كل عامل والمرأة ونفس الهياء فهي مثال بالسطرة والحب والأوت والزوجة الليثانية كل يومي وعن تقوة وضموة يقيم مركز سيدات العمال في البصرة إقامة احتفالية بمناسبة عيد المرأة في العالم وذلك لكثير من جمعا من السيدات رسالت للمرأة البصرية والحكومة المركزية أول المرأة البصرية أن يتحفيزها للعمل أكثر وإقامة المشاريع والظهور أكثر والحكومة المركزية للرسالة أن تقوم بدعم هذه السيدات ومشاريعهم خدمة للصالح العام نحن كمنظمة العمال الدولية اليوم نحتفي بكوكبة من السيدات صاحبات الأعمال في البصرة واللواتي خضعنا لدورات تدريبية لرفع كفاءة هنا بتطوير الأعمال القائمة من خلال أدوات منظمة العمال الدولية ابدأ وحسن مشروعك وهذا الدعم مقدم من منظمة العمال الدولية من خلال التعاون مع الوكالة الإيطالية للتنمية مشروع تعزيز الأعمال الخضرة لأنه نؤمن بأنه تعزيز أعمال السيدات سوف يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل للذكور والإناث في محافظة البصرة بصراحة إحنا كنساء بصريات هنا نفضل بأن كل الجهات الحكومية والغير حكومية تحتفل بالنساء لأنهم بارز في محافظة البصرة خاصة بهذه السنة إنجاز للبصرة بأن لدينا ناشطة فازت بصناعة الأمل وهي تالي كان مفروض بأن تكون لها تقدير خاص بهذه المناسبة وأتمنى من الحكومة المحلية تحمل لها احتفال خاص بهذا الشي وكل نساء البصرة تكونوا يأه كتشكيلات لشؤون المرأة بداية الأمر أهمني كل أمرأة إراقية وخاصة البصرية إن شاء الله تنعاد عليكم بالخير والصحة والسلامة وطبعا هذا شيء يدفعنا أكثر في الاستمرار في التقديم ما هو أفضل إن شاء الله ينكون عند حسنا الجيد وطبقنا الأحلام ويمتد تأثيرنا إلى موراء وجهة المحلات ويمتدنا الأجهة القديمة